مرحبا بك عزيزة الطالبة في استكمال قصتنا The No Road Builder واليوم إن شاء الله سوف أتناول Part No. 3 and Scene No. 1 الفصل الثالث والمشهد الأول بإمكانك متابعة جميع الفصول على قناتي شرح المنهاج 11 اليوم إن شاء الله سوف أتناول قصتنا وفصلنا باسم Homes Investigates تحقيقات شارليك هومز هومز سوف يستكمل تحقيقاته بعد أن أتى للستريد وقام بإلقاء القبض على ميستر ماكفرلين وأخذه إلى لندن إلى سكوتلند يارد إلى قسم الشرطة في سكوتلند الآن ميستر واتسون وميستر هومز يتناقشون وسوف نتناول الآن الكتاب المدرسي نقرأ القصة مع بعضنا ثم نقوم بتلخيص الأفكار ونأخذ بعض الأسئلة فدعونا نستكمل قصتنا هلموا بنا إلى الكتاب المدرسي صفحة 44 44 الآن هنا الكتاب المدرسي عندما ذهب لستريد عندما ذهب لستريد وقام بإلقاء القبض على ميستر ماكفرلين واتسون يتساءل هل سوف تذهب يا هومز إلى نوروود حتى تستكمل التحقيقات؟ ماذا رد عليه ميستر شارليك هومز؟ يس واتسون رد عليه وقائلا نعم يا واتسون كما أخبرت لستريد في البداية سوف أذهب إلى بلاك هيث سوف يقوم بزيارة بيت ميكفرلينز في بلاك هيث ليسأل بعض الأسئلة ويحقق مع أمه This is a very strange case إنها قضية غريبة Why would someone do something really important something like drafting a well لماذا يقوم شخص ما بعمل شيء مهم مثل الوصية أو هي مسودة الوصية when he was sitting on a moving train هو يقصد بالحديث لماذا يقوم بكتابة مسودة للوصية وهو يجلس في قطار متحرك We have to ask ourselves the question يجب أن نسأل أنفسنا السؤال Why wasn't Oldecker more careful about the drafting his well لماذا لم يكون سيد Oldecker أكثر حرصا على كتابة مسودة الوصية Is it because he didn't expect Mr. Macfarlane ever to get his money أليس ذلك لأنه ممكن كان يتوقع أن Macfarlane لن يتقبل النقود It's a puzzle إنها أحجية Isn't it أليس كذلك طبعا الحديث يوجه المين لمستر واتسون And soon after that He went out وبعد ذلك ذهب Mr. Oldecker طبعا أين سوف يذهب إلى Blackheath and Norwood Now it was evening When Holmes returned عندما عاد Holmes إلى المنزل كان المساء I could see at once that he was not happy من اللي بتحدث Mr. Watson يقول لقد رأيته فجأة هو ليس سعيدا Perhaps Lestrade is right after all Watson طبعا هولمز بقول لWatson أعتقد إنه Lestrade الآن بعد كل ذلك هو على حق وعلى صواب يا Watson I went to Blackheath لقد ذهبت إلى Blackheath and I talked to MacFarlane's mother ولقد تحدثت إلى أم MacFarlane She told me that she had known Jonas Oldecker long ago ولقد أخبرتني بأنها تعرف Mr. Oldecker سنين فات أو منذ منذ القدم He was a terrible man إنه كان شيخ سيء هذا ما قالته أم MacFarlane and I am pleased that he is dead وإني مسرورة أنه مات من الذي يتحدث Mr. Mrs. MacFarlane أي أم السيدة MacFarlane أم MacFarlane ماذا تقول She said She told me that Oldecker had wanted to marry her ولقد أخبرتني أن Oldecker كان ينوي الزواج منها when she was a young woman عندما كانت امرأة صغيرة She didn't know him well إنها لم تعرفه جيدا but he was a rich man and she agreed to marry him لقد كان رجلا غنيا وهي وافقت على الزواج منه They became engaged ولقد ارتبطوا أي خطبوا but then she found out that he was wicked ولكنها اكتشفت بأنه شرير وسيء She broke off the engagement ولذلك قامت بفسخ الخطوبة أي أنهت الخطوبة إذن لماذا أنهت الخطوبة؟ لأنه كان wicked man and told him that she never wanted to see him again وأخبرته بأنها لا تريد أن تراه بعد الآن After that I married Jonas' father وبعد ذلك تزوجت من أبو لماكفرلن أبو جونس ماكفرلن He was a poor man but he was a bitter man لقد كان شخص فقير ولكنه جيد She told me she showed me a photograph of herself ولقد أخبرتني أيضا وقامت بمشاهدتي أو أعطتني لأشاهد a photograph صورة of herself لها which she'd given all the cut when they were engaged أي لقد شاهد Mr. Holmes yes Mr. Holmes لقد شاهد صورة لهم وهم مخطوبين أي أمه لماكفرلن وMr. Oldaker صورة لهم في الخطوبة ماذا كان بشأن هذه الصورة It had knife cuts all over ولقد كانت مقطعة بالسكين من جوانبها كلها Oldaker had sent it back to her on the day she married Mr. ماكفرلن's father ولقد أرسلها Mr. Oldaker to Mr. ماكفرلن's mother لأمه لماكفرلن when she married Mr. ماكفرلن's father يعني في يوم زفافها من أبولا ماكفرلن Oldaker أرسل لها صورة وهذه الصورة لهم وهم مخطوبين وكلها أو مقطعة من جميع الجهات بالسكين طبعا هذا يعني أنه يكرهها أو يريد أن ينتقم منها He told her that he'd hate her forever إنه يكرهها للأبد هذا ما كان مكتوب على الصورة من مين؟ من Mr. Oldaker لمين؟ لأمه لماكفرلن Mrs. ماكفرلن is quite sure that her son is not guilty وأم ماكفرلن إنها متأكدة أن ابنها ليس مذنب of the murder بالجريمة Sid Holmes طبعا من الذي يتحدر Mr. Sherlock Holmes وهو يتحدث إلى Watson But she certainly hated Mr. Oldaker ولكنها بالتأكيد تكره Mr. Oldaker Perhaps her son hated him too وممكن أن أيضا ابنها يكره Mr. Oldaker الآن Watson يقول So you think that Mr. ماكفرلن killed Oldaker because he'd behave badly to his mother وأنت تعتقد يا Mr. Holmes أن ماكفرلن قتل Oldaker لأن Oldaker تصرف بشكل سيء مع أمه I said Is that the truth of the case هل هي هذه الحقيقة لهذه القضية يا شالك هومز طبعا واتسون يتساءل دعونا نستكمل I am sure that I am sure that here I am sure that Lestrade will decide that it's the truth when he's talked to Mrs. ماكفرلن إنني أعتقد أن Lestrade المحقق سيفقرر أنها الحقيقة عندما يتحدث إلى أمه ومكفرلن هومز ربلايد لقد ردى سيد هومز The evidence says that it might be the truth إن كل الأدلة تقول أنها الحقيقة طبعا عندما تحدث إلى أم مكفرلن هذا طبعا دليل ضد مكفرلن إنهم بكره Oldaker ويمكن مكفرلن هو اللي أتل But I can't believe ولكن Mr. هومز لا ليس متأكدا أو أنه لا يقتنع بذلك I feel sure that someone else must have killed Oldaker وإنني متأكد أن هناك شخص آخر هو من قتل Oldaker At the moment I can't approve it بهذه اللحظة إنني لا أستطيع أن أؤكد أو أثبت ذلك And Lestrade wants that young man to be executed وإن Lestrade يريد أن هذا طبعا الشخص الشاب ماكفرلن أن يقومه بإعدامه But I have discovered something strange ولكن أنا اكتشفت شيء غريب He went on استكمل Mr. هومز تعالوا نشوف ماذا اكتشف Mr. هومز I went to Norwood after I had been to Blackheath لقد ذهبت إلى Norwood بعد Blackheath I saw ماكفرلن's walking stick with the blood on it لقد وجدت عكاز ماكفرلن وعليها الدماء and the blood in the bedroom والدماء في غرفة النوم I saw the marks which led to the timber store ووجدت العلامات علامات الدماء التي تقودنا إلى مخزن الخشب It was all as the newspaper article said كما جاء في المقالة في الجريدة But I also saw Oldaker's bank records in the house ولكنني أيضا وجدت هناك أوراق لبنك لمستر أولدكر موجودة في البيت For the last year he says he's been paying a large amount of money every month to someone called Mr. Cornelus إذن هو وجد أنه السنة التي الماضية كان يدفع كثير من النقود إلى سيد يدعى Mr. Cornelus وقال كمان مرة إذن ماذا وجد مستر هولمز في بيت أولدكر وجد أوراق بنك مكتوف أوراق البنك أنه السنة الماضية كان يدفع كمية كبيرة من النقود كل شهر لشخص يدعى Cornelus من هو Cornelus لا حدا يعرف I wonder who he is من هو هذا إنني أتساءل I also talk to أولدكر's housekeeper ولقد تحدثت إلى ربة المنزل عندها أولدكر في بيت أولدكر إنني متأكد أنها تعرف معلومات عن القضية than she has told the police أكثر مما قالته للشرطة هذا هو المشهد الأول دعونا الآن نرى الأفكار الرئيسة التي مرت في هذا المشهد في البداية Mr. Holmes ذهب لبلاك هيث وبعد ذلك ذهب لنور وود عندما عاد هورمز من بلاك هيث كان غير مسرور لماذا؟ لأن مكفارلين ماذا أخبرته بي بماذا أخبرته مكفارلين ماذا؟ مكفارلين ماذا told him that she'd known أولدكر a long time ago إنها تعرف Mr. أولدكر منذ زمان قديم he was a terrible man and she was pleased that he died إنه كان شخص سيء وإنها سعيدة أنه مات أيضا she engaged to him أنها كانت مخطوبة له but he was a wicked man ولكنه كان شخص شرير so she broke off the engagement لذلك هي فسخت الخطوبة أو أنهت الخطوبة مع مين مع أولدكر هذا ما قالته Mrs. مكفارلين's mother السيدة أم مكفارلين after that she married مكفارلين's father وبعد ذلك تزوجت من أبو مكفارلين he was poor but he was good man لقد كان شخص فقير ولكنه جيد أولدكر sent her a photo with knife cuts ولقد ألسل لها أولدكر في يوم الزواج a photo صورة لهم with knife cuts all over طبعا مقطعة بسكين من جميع النواحي he said he hate her forever ولقد قال لها أنه يقره ها للأبد Mr. Holmes said the mother is sure that مكفارلين is not guilty إن الأم متأكدة أن مكفارلين ليس مذنب she hated and also Mr. Holmes said she hated all dacar and maybe her son hated him too هي قالت أنها تكره all dacar وممكن ابنها مكفارلين أيضا يكره Watson also said maybe مكفارلين killed all dacar as he behaved badly to his mother يمكن مكفارلين يكون قتل all dacar لأنه تصرف بشكل سيء مع أمه Holmes didn't believe that ولكن Holmes لا يعتقد ذلك لا يعتقد بأن مكفارلين قتل Holmes sorry هو لا Mr. Holmes sorry Holmes لا يعتقد بأن Mr. Macfarlane killed all dacar قتل all dacar yes here Norwood Holmes also went to Norwood and find all the evidence in the newspaper ولقد وجد كل الأدلة الموجودة في الجريدة أي أدلة لبلاد الwalking stick لقد وجد الدماء ولقد وجد الwalking stick اللي هي عكاز Mr. Macfarlane ولكنه أيضا he found bank paper for a person called Cornelis ولقد وجد bank statement ورقة من أوراق البنك لمين لأول دكار وكان أول دكار has been paying a large amount of money every month كان أول دكار يدفع مبلغ من المال كبير كل شهر لمن لشخص يدعى Cornelis طبعا this is all this is the first scene هذا هو المشهد الأول الموجود عندنا فيه أسئلة السؤال الأول بيقول complete Macfarlane's mother found that all the car was wicked إن Macfarlane's mother اكتشفت بأن all the car كان شرير so وعليه ماذا فعلت أم Macfarlane she finished the engagement أو broke off the engagement طبعا أنا مش حكت بالإجابات أنت هترجع التاني حال أفكار هتلاقي الإجابة موجودة إذن so she broke of the engagement she showed Holmes a photo with هي قد ورجت يعني Mr. Holmes a photo صورة لمين إلها with mean with all the car when they were عندما كانوا مالهم when they were engaged عندما كانوا مخطوبين it had الصورة مالها it had a knife cuts all over كانت مقطعة بالسكين من جميع الاتجاهات Holmes found فراغ in all the car house ماذا وجد هولمز في بيت all the car وجد a bank paper he sent money he أقصد all the car sent money لمن كان يرسل النقود لشخص يدعى now read the quotation and answer he was a terrible man i am happy that he is dead لقد كان شخص سيء وإنني سعيدة أنه مات the speaker is mcfarlane's mother to mr holmes why was the speaker happy ولماذا كانت المتحدث سعيدة because old car was a wicked man لأن old car كان شخص شريل and he died and she was happy that he died إذن لماذا كان السعيدة that mr old car died and he was a wicked man وأن كان شخص شريل this is all for the first seen in the third part هذا طبعا هو المشهد الأول من الفصل الثالث انتظروني في المشهد الثاني thank you for listening and goodbye